ترأس النائب الرسولي في شبه الجزيرة العربية المطران باولو احتفال وضع حجر الأساس للمركز الرعوي الجديد الذي سيبنى في حي غلى في العاصمة العمنية مسقط وصرح سيادته بأن المبنى الجديد سيشكل مناسبة للأطفال والفتيان والبالغين كي ينمون بالإيمان وقد عبر المطران باولو عن سروره الكبير للمشاركة في هذا الاحتفال وبوضعه الحجر الأساس لمبنى جديد سيستخدم للرعية كلها وللتنشئ المسيحي والتعليم الديني ويتضمن المبنى غرفا يقيم فيها الكهنة ما سيتيح المجال أمام تنظيم العمل الرعوي بصورة أفضل كما سيلعب المشروع دورا استراتيجيا من أجل تنمية النشاطات الرعوية والاستجابة لاحتياجات المؤمنين الذين يطالبون منذ فترة طويلة بمكان يدرس فيه التعليم المسيحي وتعقد فيه اللقاءات ويذكر أن عدد المسيحيين في سلطنة عمان يبلغ حوالي 300 ألف نسمة 70% منهم كاثوليك والبقي أرثوذكس وبروتستان